نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اصدر قرار بحضر دخول بعض واردات السلع إلى مصر وأكد المركز أنه لم يتم اصدر أي قرارات بحضر أو منع الاستراض في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية حيث يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر وذلك بعد قضوعها للفحص للتأكد من مطبقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة مهيبة بالمواطنين لعدم الانسياق وراء تلك الأكذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموسوقة